وإحنا بنتابع مع بعض الأزمة الأوكرانية أقدر أقولك أنه زعيم الحزب الحاكم في أوكرانيا لأنه قداماً هيبقى ده السؤال يطار الأزمة الأوكرانية إلى أين زعيم الحزب الحاكم في أوكرانيا أعلن أن الجولة التالتة من المحادثات مع روسيا هتعقد يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله طيب من ناحية أخرى هل هذه المحادثات سوف يحضرها الرئيس الأوكراني زيلانسكي ولا لأ محدش عارف روسيا من جهتها بتقول أن زيلانسكي هرب على بولندا أوكرانيا من جهتها بتقول لا زيلانسكي لازال موجود في كييف الواضح للجميع أن زيلانسكي يوجد أو متواجد في مكان آمن يبث منه بعض المقاطع طيب إيه تاني حاصل في هذه الأزمة النهاردة بدأت مدينة ماريوبول الأوكرانية في إجلاء المدنيين منها قبل إعلان وزارة الدفاع الروسية استئناف العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية قالت أنه فشل استمرار عمليات الإجلاء بسبب استغلال من أسمتهم بالمجموعات القومية لتلك الهدنة دول اللي هم موصفين ما بين قوسين أنهم نازيين جدد ودول الموصفين أيضا ما بين قوسين أنهم من ساعدوا قوات النازي في مرحلة الحرب العالمية التانية وكانوا متشددين متعصبين متطرفين إلى آخره ده الوصف الروسي ليهم وفيه هناك الكثير من الأحداث اللي بتدلل على ذلك سواء إذا كانت أيام الحرب العالمية التانية أو في وقت الأزمة الراهنة ترجمة نانسي قنقر